أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة على سائم يقول يقال كل كمال ثبت للإنسان فالله أولى به فما صحة ذلك هذا صحيح كل كمال ثبت للإنسان لا يستلزم نقصاً بهذا القيد كل كمال ثبت للإنسان لا يستلزم نقصاً فالخالق أولى به هذا من باب قياس الأولى من باب قياس الأولى نعم أما إذا كان يستلزم نقصًا فلا يجوز أن ينسب لله مثل النوم النوم هذا كمال للإنسان اللي ما ينام هذا ما هو صاحي الولد كمال للإنسان فالذي لا يُولد له من بني آدم هذا فيه نقص لكن الله منزَّه عن الولد هذا القيد لا بد منه كل كمال ثبت للإنسان لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به مثل العلم العلم ما يستلزم نقص الكرم الجود هذه أوصاف لا تستلزم النقص فالله أولى بها